أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تصدر الإمارات ودبي لمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات وارتقائها المستمر مراتب أعلى ضمن تلك المؤشرات هو ثمرة عمل جماعي تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه الأدوار في سياق رؤية واضحة للمستقبل ونهج قائم على الرصد الدقيق للمتغيرات العالمية جاء ذلك خلال لقاء سموه جمعا من أعيان البلاد ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار المسؤولين والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاصة وذلك في مجلس المظيف بدار الاتحاد في دبي وأكد سموه أن جهود التنمية التي تتم بشكل متوازن ضمن كافة القطاعات الحيوية وما تثمره من إنجازات تخدم الوطن وتوفر أفضل نوعيات الحياة للمواطني والمقيم وكذلك الزائر تمثل حافزا لمزيد من العمل ومضاعفته سعيا نحو مستويات أرقى من التمييز وقال سموه مستمرون في رفع سقف الطموحات لثقتنا في قدرتنا على تحقيقها بفكر شبابنا وفرق عمل على أعلى درجات الكفاءة وهكذا سموه أهمية دور القطاع الخاص وقال سموه نعقد أمالا كبيرة على القطاع الخاص ونهيئ كافة الظروف لنجاحه فهو جزء لا يتجزأ من نجاح دبي وشراكتنا مع مؤسساته رسخة ومزدهرة فشراكة التي تراعي مصالح أطرافها وتوفر لها ضمانات تخدمها وتحمي مستقبلها هي شراكة مصيرها الاستمرارية وحصادها الفوز ونحن نصغي باهتمام لكل فكرة مبدعة هدفها دفع مسيرتنا التنموية خطوات إلى الأمام وندعم كل جهد غايته تقديم قيمة مضافة تنفع الناس